اشتركوا في القناة والإعلام هناك الكثير من المقررات التي تضمن جانب عملي لإعداد الطلاء الطلبي الاكتساب القدرة والمهارات والكفايات اللازمة حتى أنهم مرسوا عملهم بشكل واقعي وبشكل طبيعي وسلس المختبر تم تجهيزه بجهود من إدارة فرع طول كرم ومن الجامعة وكذلك من الأصحاب الخير في طول كرم والأيادة كل التكدير والاحترام لهم المختبر مجهز بجانبه المرئي وبجانبه الصوتي حتى يكون هناك تكامل في إعداد الطلبي والتطبيق العملي لمقرراتهم الدراسية حتى يكونوا قادرين على ممارسة مهنة الصحافة والإعلام بشكل مهني وبشكل محترف كما قلت المختبر مجهز بكل الأجهزة والتقنيات الحديثة اللي بتمكنهم من قيام بهذا الدور وممارسة عملهم ورفض المجتمع ورفض سوق العمل بفعلا كوادر قادر على ممارسة المهنة بشكل يعني يمكنها من المنافسة ويمكنها من تقديم دورها وكما نعلم الصحافة والإعلام إلى دور مهم في خدمة المجتمع وخدمة المجتمع الفلسطيني